أداب قضاء الحاجة يوجد أداب في الإسلام لمن أراد أن يدخل إلى الحمام لقضاء الحاجة البولة والغاية يجب عليه أن يستطر عن أعين الناس يعني لا يرى أحد وهو حال قضائه للحاجة وإذا كان في الصحراء في البستان يستطر بشيء بجدار بسيارة بشجرة أو يبعد قبل أن يدخل يقول قبل أن يدخل يقول هذا الدعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يقول هذا الدعاء بسمك الله لا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بدون شرح ها قل هذا الدعاء ويقدم عند الدخول الرجل اليسرى وإذا خرج يقدم الرجل اليمنى في الخروج وبعد أن يخرج يقول هذا الدعاء يقول غفرانك نعم أيضا لا يمكن أن يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله لا يدخل بالمصحف بكتب العلم الحديث مثلا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا يمكن أن يأتي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا من غير المسلمين في الطرقات مثلا أو تحد الأشجار والضلال لا يمكن أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري يحرم أن يبول قائما إلا بشرطين إذا توفرت هذه الشرطين يصحني أبول قائما الأول أن يأمن أن العورة لا تنكشف حسنا الثاني أن يأمن أن الرشاش البول لا يرجع عليه إذا كان في الصحراء لابد أن يختار مكان الرخوة يعني لا يأتي إلى مكان صلب أكرمك الله يبول فيه لأنه لبال فيه يرجع عليه رشاش البول كلمة لا يمش ذكر بياميني والله وعمم